ومع تدمير كل مدرسة أو جامعة ومع حرمان كل طفل من التعليم بسبب العنف نفقد ركيزة مركائز بناء المستقبل في كل مرة يستهدف فيها التعليم يتراجع المجتمع الدولي أكثر من خطوة للوراء في جهوده لحماية التعليم التي يجب أن تكون بعيدة عن الحسابات السياسية أو الصراعات التاريخية ترون معي على الشاشة الآن صورة الطفلة الفلسطينية سهيلة التقطت لها في غزة عام 2014 الصورة اتشاهدت لها مئات من الصور المأساوية في حرب 2020 وكأن الزمن توقف عند هذه اللقطة بالدمار المتكرر أيها الحضور الكريم تعرف هذه الطفلة وغيرها جيدا مرارة الحرمان والتعليم فهذه هي تحتضن بهلع ما تبقى من أوراق كتبها بل وكتب إخوتها أيضا هارب بها من نيران القصف والأمل يراودها بأن تأتي هذه الأوراق بمستقبل أفضل أن التعليم بداهة لا يدرك أهميته إلا من حرما منه هذه الصغيرة سهيلة تعلم أن حالة وحال أسرتها سيكون أفضل بالتعليم ولكن القلق يستبدو بها من المستقبل الذي يبدو كأنه لا ريدا يأتي مستقبلا مهددا على الدوام بالتدمير تدميرا يشهد عليه ما حدث للفاخورة مؤخرا بينما تعطل الحرب المؤسسات التعليمية وتستنزف القطاع الصحي وتوقف عملية التنمية فإن أخطر ما في الحروب يأتي بعد وقف إطلاق النار بعد توقف حركة التاريخ وقد أنهال عليه ركام الخراب ليبدأ الضحايا من الصفر من الرماد الذي خلفه التدمير ترجمة نانسي قنقر